الرسول الأعظم في كل يوم ستا وعشرين مرة من الصبح اللي تقوم فكر في أنه في يوم من الأيام أنا ميت الإنسان اللي يفكر أنه ميت يعمل لله ويجاهج في سبيل الله لماذا لا أعمل لماذا أخاف قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم في سورة الجمعة ملك الموت يأتي وعلى كلنا تتكرر هذه القصة يقول يا ملك الموت أمهلني سنة يقول ملك الموت كلا لقد ذهبت السنوات سنة بعد ما أكو خلف يقول أمهلني شهر يقول كلا لقد ذهبت الشهور يقول أمهلني أسبوع يقول كلا لقد ذهبت الأسابيع يقول أمهلني يوم يقول كلا لقد ذهبت الأيام يقول أمهلني ساعة كلا لقد ذهبت الساعات وسؤل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ما لنا نرى في المعتسل بعض الأموات مفتحة عيونهم وبعض الأموات مغمضة عيونهم الإمام الصادق قال هذا الرجل المفتح عينه جاءه الموت فلم يمهله حتى يغمض عينه وهذا الذي مغمض عينه جاءه الموت وأراد أن ينظر إلى أهله يفتح عينه فلم يمهله الموت أن يفتح عينه في آية قرآنية يقول بغته في آية أخرى يقول كلمح بالبصر وأن كل خير وشر وحسن وقبيح ونعمة ورخاء وشدة وبلاء وطاعة ومعصية ستنقضي فمن الأفضل أن نعمل في سبيل خير الله وخير الإنسان خير الله يعني الخير الذي أمر به الله وخير الإنسان يعني الخير الذي يصل نفعه إلى الإنسان